أهلاً بكم إلى راديو فرصة العالم الأخيرة التابع لموقع World's Last Chance وهو خدمة مخصصة لتعلم كيفية العيش في استعداد دائماً لعودة المخلص طوراً الفي عام والمؤمنون من كل جيل يتوقون إلى أن يكون الجيل الأخير ولكن خلافاً للاعتقاد الشائع لم يعطي المسيح المؤمنين علامات الأزمنة لينتبهوا إليها بل على العكس حذر يهوشو مراراً من أن مجيئه سيفاجئ حتى المؤمنين وأوصاهم بإلحاح بأن يكونوا مستعدين دائماً إذ قال لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان متى 24-44 راديو فرصة العالم الأخيرة نعلم العقول ونعد القلوب لعودة المسيح المفاجئة هل كان للمخلص طبيعة واحدة أو اثنتان؟ لو كان يهوشو إلهياً لكان يجب أن تكون له طبيعتان ولكن لو كان له طبيعة واحدة فقط لكان يجب أن تكون بشرية أيهما الصحيح؟ ماذا يكشف الكتاب المقدس عن هذا الموضوع؟ الطبيعة الإلهية البشرية للمسيح بشرية بالكامل وإلهية بالكامل هي جزء لا يتجزأ من عقيدة الألوهية الثالوثية باعتباره الأقنوم الثاني من الثالوث يجب أن يكون يهوشو إلهياً وبصفاته فادي البشرية عليه أن يكون إنساناً لذا استعان من يسمون بآباء الكنيسة بإعلان أنه ذو طبيعة مزدوجة لحل هذا التناقض لكن هل المخلص ذو الطبيعة المزدوجة كتابي؟ ماذا يقول الكتاب المقدس عن طبيعة يهوشو؟ إن كنت قد تابعت برنامجنا فأنت تعلم أننا في فرصة العالم الأخيرة نؤمن بأن يهوشو كان له طبيعة بشرية كاملة ولم يكن إلهياً بتاتاً وهناك أدلة كتابية كثيرة على ذلك ولكن إذا لم تستمع إلينا قبلاً فأنا سامي صابر وأنت تستمع إلى راديو فرصة العالم الأخيرة حيث نغطي مواضيع متعلقة بالكتاب المقدس والنبوءة والتقوى العملية والمعتقدات الكتابية والتحضير للأزمة النهائية في حلقة اليوم فهم الطبيعة الحقيقية للمسيح سيقودنا يوسف في دراسة هذا الموضوع المهم لأن طبيعة المخلص مهمة لنفهم الخلاص أنا سعيد يا سامي لأنك سلطت الضوء على هذا الجانب من دراسة اليوم وأنت محق مهم أن نتحل بفهم واضح لطبيعة المسيح بناء على الكتاب المقدس لأنه فهم أساس إذا كانت معتقداتنا حول طبيعة المسيح خاطئة فسنفترض افتراضات غير صحيحة حول ما يتوقعه يهوى منه مثلا إذا كنت تؤمن بأن يهوشو كان إلهيا أو إنسانا وهو ما عليك تصديقه إذا كنت تؤمن بأنه كان الثالث في الألوهية الثالثية وإذا كنت تؤمن بأن الجزء البشرية منه كان طبيعة آدم بعد السقوط فالاستنتاج المنطقي الذي يجب استخلاصه هو بما أن يهوشو كان قادرا على حفظ ناموسي يهوى بالكامل رغم الطبيعة الساقطة فإن يهوى يتوقع الأمر عينه منه لكن هذا ليس كتابيا حتى ما هي الآية التي اقتبستها قبلا عن عدم قدرة عقل الإنسان على الخضوع لناموسي يهوى الآية السابعة في رومي الثامن لأن اهتمام الجسد هو عداوة لياه إذ ليس هو خاضعا لناموسي يهوى لأنه أيضا لا يستطيع إنها المقصودة كما أشرت قبلا هذا لا يعني أن الشخص لا يرغب في الخضوع لناموسي يهوى ولكن بسبب طبيعته الساقطة يستحيل عليه ذلك صحيح يا سامي ولكن إذا كنت تؤمن بأن يهوشو كان يتمتع بطبيعة بشرية ساقطة ومع ذلك ظل يحفظ ناموسي يهو بشكل كامل فهذا يعني أنه عليك حفظ ناموسي يهو بشكل كامل حتى تخلص وليس بالمعنى القانوني فالذين يؤمنون بذلك يقرون بأن ذلك ممكن بقدرة يهوى لكنه غير ممكن يوضح الكتاب المقدس أنه طالما أننا نتمتع بطبيعة ساقطة لن نكون قادرين على حفظ ناموسي يهوى وهذا يشير إلى أمرين مهمين أولا يهوشو كان له طبيعة بشرية غير ساقطة واثنان يهوى لا يتوقع منا حتى في قدرته أن نحفظ ناموسه بشكل كامل هذا لا يعني أنه لا يفترض أن نسعى جاهدين لحفظ ناموسه علينا أن نحارب إنسان الخطيئ القديم لكن ينبغي أن لا نحول الأمور إلى قانونية ويجب أن لا نتحول إلى قضاة أو هيئة محلفين لإطلاق الأحكام على من حولنا نعم لأنه إذا افترضت أنه عليك حفظ ناموسي للهي على أتم وجه وتعلم أنك لا تستطيع فإن تحديد أخطاء الآخرين هو طريقة رائعة لتشعر بالتحسن تجاه إخفاقاتك وكل هذا هو الثمرة السامة نتيجة التمسك بمعتقدات غير صحيحة حول طبيعة يهوشو قبل أن نواصل سأسألك التالي إذا كان يهوشو إنسانا كاملا وليس إلهيا أبدا فماذا يعني الكتاب المقدس عندما يقول إنه فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا ألا يدل ذلك على أنه يتمتع بطبيعة إلهية بالإضافة إلى طبيعته البشرية؟ سؤالك مهم فلنلقي نظرة على ذلك اقرأ لنا كلوس الثاني الآيات الثامنة حتى العاشرة انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح فإنه فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان يتوفر التقليد السائد يأسروننا بالفلسفة غير المهمة والخادعة في المذاهب الخاطئة لمن يسمون آباء الكنيسة الذين اعتنقوا الثالوث الوثني واستلزم ذلك تغييرا في تعريف طبيعة المسيح الحقيقية يقول بولوس إنه فيه في المسيح يحل كل ملء اللهوت جسديا لكنه لا يقول إن المسيح إله سأقول أمرا سيربكك يا سامي ولكن أعطني فرصة للشرح حسنا المسيح كان إلهيا لكنه لم يكن إلها لم يكن إله عليك شرح ذلك لا فكرة لدي عما تقوله فلنبحث عن تعريف كلمة إلهي أحضر قاموسك وقرأ التعريف لنا إلهي صفة تقول أن يكون له طبيعة أو كونه إلها أو يتعلق بإله أو ينبعث منه أو يعبر عنه أن يكون لديك طبيعة أو أن تكون إلها أن تكون تعبيرا عن الإله جاء المسيح ليكشف عن الآب كان التعبير عن يهوى وليس يهوى نفسه وللتوضيح سأستخدم اللقب العام لياه وستفهم ما أعنيه يهو شوي يكشف عن الله ولكنه ليس الله إنه التعبير الإعلان والإعلان عن الله لكنه ليس هو نفسه الله فهو مملوء بملء الله هل الله مملوء بملء الله؟ لا هو الله من بين أطفالك من يشبهك الأكثر ابنتي مظهرها مزاجها شخصيتها ما يعجبها وما لا يعجبها إنها بالتأكيد صورة مصغرة عني إذن يا سامي إنها تعبير عنك هل أنت تعبير عنك؟ لا فأنت أنت والله بالمثل الله يهوى ليس ممتلئا بملء الله لأنه الله هذا منطقي أن تكون ممتلئا بملء الله لا يجعلك إلها فهمت ما أعنيه اقرأ الآن يحن الأول أول آيتين في الماضي استخدم الثالوثيون هذا المقطع لإثبات أن يهوشو هو الله ولكن هذا ليس ما يقوله هذا المقطع تفضل يا سامي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله يحاول الثالوثيون استخدام هذا المقطع لإثبات أن يهوشو هو الله لأنهم يزعمون أن عبارة الكلمة تتحدث عن المخلص ليس لدينا الوقت للخوض في جميع الأسباب التي بموجبها نرى أن هذا غير صحيح وسبق أن تناولنا ذلك في حلقات أخرى ولكن باختصار يا سامي تشير الكلمة إلى خطة يهوة كلمته التي تحقق ما يقول إنه سيفعله وكما قلنا في حلقة حديثة قد يطبق ذلك بشكل ثانوي على موسى فاجأني هذا حقا ولكن عندما تطلع على جميع المقاطع تلاحظ ذلك فعلا إذن يا سامي أعد قراءة هذه الآيات ولكن هذه المرة أترك عبارة الكلمة وأضف بدلا منها كلمة الله لأنه إذا كان يهوشو هو الله حقا وإذا كانت الكلمة يهوشو فسيكون هذا منطقيا في البدء كان الله والله كان عند الله وكان الله الله هذا كان في البدء عند الله كلام غير منطقي يهوشو ليس الله يهو وحده هو الإله الحقيقي المولود الآخرون محتالون ليس لدى يهوشو طبيعة مزدوجة فهو مثلنا جميعا إنسان بالكامل والفرق الوحيد بينه وبيننا هو أنه بما أن مهمته كانت فداء العالم الذي سقط فيه آدم جاء بطبيعة آدم قبل السقوط وليس بعده وكما قرأت سابقا في رومي الثامن لما كان ليحفظ النموس الإلهي بالكامل لو كانت طبيعته ساقطة ولم تكن طبيعة آدم ساقطة قبل أن يخطئ لذا فإن فداء العالم الذي سقط فيه آدم تطلب منه أن يكون إنسانا كاملا وفي الوقت نفسه أن يتمتع بطبيعة غير ساقطة ومن المثير للاهتمام أن هذه الطبيعة غير الساقطة هي أحد أسباب الإشارة إلى يهوشو على أنه ابن الله سامي انتقل إلى لوق الثالث لدينا هنا نسب يهوشو من والدته مريم على عكس النسب الوارد في متى الأول الذي يبدأ من إبراهيم وينتهي بالمسيح أذكر إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذة وإخوته وهكذا دواليك وصولا إلى المسيح لوق في الاتجاه المعاكس يبدأ من يهوشو ويعود إلى آدم ابدأ بالآية الثالثة والعشرين حقا؟ هل تتوقع مني قراءة كل تلك الأسماء؟ إذن يا سامي ابدأ بيهوذة الآية الثالثة والثلاثين ابذ القصارى جهدك لقراءة الأسماء حسنا بني يهوذة، بني يعقوب، بني إسحاق، بني إبراهيم، بني تارح بني ناحور، بني سروج، بني رعو، بني فالج، بني عابر، بني شالح، بني قينان، بني أرفكشاد، بني سام، بني نوح، بني لامك، بني متشالح، بني أخ نوخ، بني يارد، بني مهل الإيل، بني قينان إذن يا سامي كل هؤلاء الرجال، الرجال البشر المعرضون للخطأ هم أبناء رجل آخر فنصل إلى آدم ماذا تقول الآية الثامنة والثلاثون؟ قينان، بني أنوش، بني شيت، بني آدم، بني الله بني آدم بني الله صحيح يا سامي، قبل سقوطه كان آدم بن الله تماما كما يقول السفر أيوب هؤلاء كائنات مخلوقة ذات طبائع غير ساقطة ويهوشو وهب طبيعة غير ساقطة هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنه عبرها فداء العالم لأنك لا تستطيع حفظ الناموس الإلهي ما دام الطبيعة كالساقطة هذا مستحيل بالتأكيد علينا أن نحاول ذلك لكننا سنستمر في التعثر والسقوط حتى نمنح طبائع أسمى عند عودة يهوشوه سيرث المفديون وسيوهبون الطبيعة الإلهية وهذا لن يجعلهم إلهاً بل إلهي الفرق شاسع اقرأ الآن بوتروس الثانية الأول الآيات الثانية حتى الرابعة لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويهوش وربنا كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة يشير لقب الله بالطبيع إلى يهوة وتمسك بولوس بعبارة ويهوشوة يوضح أن يهوشوة ليس الله إنه كيان منفصل ولكن من خلال الخلاص الذي حققه المخلص أعطينا وعودا عظيمة وثمينة جدا لنتمكن من خلالها أن نصبح شركاء للطبيعة الإلهية وهذا لا يحولنا إلى آلهة ولن يفعل أبدا يهوشوة امتلأ بحضوريه شارك بالكامل في الطبيعة الإلهية لكن هذا لم يجعله إلها لطالما كان إنسانا كاملا كان يجب أن يكون كذلك ليفدي الجنس البشري حيث سقط آدم لا يريد في الكتاب المقدس أي مقطع يدعي أن يهوشوة هو الله هل لا نتوقف للحظة لنقرأ بعض تلك المقاطع إذ عندما كنت أدرس هذا الأمر كانت مقنعة بالنسبة إليه بالتأكيد يا سامي كان بولوس واضحا بشأن هذه النقطة انتقل إلى أفاسوس الأول واقرأ الآية السابعة عشرة كي يعطيكم إله ربنا يهوشو المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته لو كان يهوشو إلهيا فلن يكون له إله لأنه سيكون الله ويعبر بولوس عن هذا المفهوم نفسه في رومي الخامس عشر الآية السادسة هل تقرأها يا سامي؟ لكي تمجد الله أبا ربنا يهوشو المسيح بنفس واحدة وفم واحد والأمر نفسه يرد في كورنثوس الثانية الأول الآية الثالثة مبارك الله أبو ربنا يهوشو المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية وفي الإصحاح الحادي عشر من الرسالة عينها في الآية الواحدة والثلاثين يكتب الله أبو ربنا يهوشو المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب لم يشر بولوس في أي مقطع إلى يهوشو على أنه الله فيهو وحده الله ويوافق كتبة العهد الجديد الآخرون على هذا الرأي اقرأ لنا بطرس الأولى الأول الآية الثالثة مبارك الله أبو ربنا يهوشو المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يهوشو المسيح من الأموات وقرأ يحنى العشرين الآية السابعة عشرة قال لها يهوشو لا تلمسين لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقول لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم وقرأ لنا العبرانيين الرابع الآيتين الرابعة عشرة والخمسة عشرة فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يهوشو ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية وماذا تقول الآية التالية الآية السادسة عشرة فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه يتوفر دليل إضافي على أن يهوشو إنسان بالكامل في هذا السياق وكون النص اليوناني الأصلي لم يكن يحتوي على أقسام للإصعاحات ماذا تقول الآية التالية العبرانيين الخامس الآيتان الأولى والثانية لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس في مال الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا قادرا أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضا محاط بالضعف ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا من أين يؤخذ رؤساء الكهنة؟ من نسب الآلهة؟ لا من الناس ولماذا؟ على ما سيكون قادرا قادرا أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضا محاط بالضعف مرة أخرى ما من مقطع يدعي صراحة أن يهوش وهو الله كلها تشير إليه بدقة كإنسان رجل وحتى الطريقة التي يشار إليها مرارا على أنه الإبن المولود لياه هي إشارة واضحة إلى نقطة بدايته لم يكن له وجود مسبق في الأبدية الماضية بدأ ككل إنسان بعد حواء في بطن أمه وكانت تلك نقطة بدايته أرسل يهو ملاكا ليشرح كل هذا لمريم لو كان ليهوش ووجود مسبق لأنه إلهي لكان شرح جبرائيل لمريم الوقت المناسب لتوضيح ذلك ولكن يوضح جبرائيل أن الطفل الذي سيولد سيكون إنسانا كاملا فالأعجوبة لا تتمثل بكونه إلهيا الأعجوبة هي كيف حملت به ولد من عذراء فلنقرأ ذلك لوق الأول الآيتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله لو أعطي يهوشو طبيعة إلهية لا ذكر ذلك بوضوح ولكنه لم يذكر في أي مقطع لو كان ذلك صحيحا فلماذا التستر على الأمر لماذا إبقاؤه سر اعتدنا وضع يهوشو في مكان يهوة هل لا تخصص دقيقة وتعدد الاختلافات بين الطبيعتين من المهم معرفة ذلك؟ أولا ما يخبرنا به الكتاب المقدس عن جوهر يهو ذاته فيحن الرابع والعشرون يخبرنا في الآية الرابعة الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا الأمر واضح يهو روح لأنه الله وكان عليهوشو أن يكون كذلك لو كان الله حقيقة أنه ليس كذلك موضح في لوقة الرابع والعشرين وهذا مباشرة بعد المشي إلى عمواز حيث التلميذان وسار يهوشو معهما موضحا النبوآت التي تشير إلى موته وبعد أن كشف لهما عن نفسه اختفى كانا بالطبع متحمسين لدرجة أنهما عادا إلى أوروشاليم ليخبراء التلاميذ الآخرين أنهما رأيان رب فلنقرأ يا سامي ما سيحدث لاحقا لوقاء الرابع والعشرون الآيات السادسة والثلاثون حتى الثالثة والأربعين وبينما تقرأ ضعف اعتبارك يحنى الرابع الآية الرابعة والعشرين الله روح تفضل وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يهوشو نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ههن طعام فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم أكل ليثبت أنه ليس روحا وبالنسبة إلى أولئك الذين يصرون على أنه علينا أن نكون نباتيين أو ما شابه أشير إلى أن ما أكله كان سمكا وإذا قلت إن السمك ليس لحما فأنا أختلف معك الأسماك لها أمهات لديها لحم وكأنك أجريت دراسة معمق عن هذا الموضوع سامي انتقل إلى أعمال الرسل الثالث عشر وقرأ الآيتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يهوشو كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك الله يهوى يقول ليهوشو أنت ابني اليوم ولدتك أحضرتك إلى الوجود كان ليهوشو نقطة بداية محددة وكانت في رحم مريم وليس قبل ذلك أذكر فرقا آخر بين الإنسان يهوشو وإلهه يهوى وهو أن يهوشو تعرض للتجربة ليس هذا فحسب بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة ومع ذلك يقول لنا يعقوب لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا يهوى وحده لا يمكن أن يجرب لأن يهوى وحده هو الله هذه طبيعته لا أحد لديه طبيعة مزدوجة ليهوى طبيعة واحدة لدينا طبيعة واحدة كان للمسيح طبيعة واحدة وإذا كانت له طبيعة واحدة فقط فإننا نعلم أنها بشرية لأنه كان يجب أن يمر بالتجربة وأن يموت والأمران لما كان حدثا لو كان هو الله كان إنسانا كان من الممكن أن يخطئ لكنه تغلب بالاستسلام لإرادة الآب أريد أن أسألك يا سامي أكان ممكنا أن يكون ليهوى طبيعة مزدوجة لو كان الأمر يعود إليه لم أفهم قصدك نعلم أن الطريقة الوحيدة لغلبة يهوشوى هي تسليم إرادته للآب ماذا قال في بستان جث سيماني ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك سلم يهوشوى إرادته إلى الآب طوعا لكن فلنفترض أن لديه طبيعة مزدوجة فلنفترض للحظة أنه كان يتمتع بطبيعة بشرية وإلهية إذا تولت إرادته الإلهية جعل إرادته متوافقة مع المشيئة الإلهية فسيكون استسلامه الطوعي استهزاء نقطة سديدة سنأخذ استراحة قصيرة ونعود فورا ابقوا معنا أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر عالما للعيش في مملكة يهوى أتعرف لماذا تحتفل بموت يهوشوى يوم الأحد؟ أو ربما أنت تمارس العبادة يوم السبت معتقداً أنه سبت الوصية الرابعة؟ الافتراضان خاطئان فالأحد ليس اليوم الذي أقيم فيه يهوشوى والسبت ليس السبت الكتابي لمعرفة سبب ممارسة غالبية العالم المسيحي العبادة في اليوم الخطأ أو الاحتفال باليوم الخطأ عليك العودة لأكثر من 1500 سنة في القرن الرابع حذر مجمع نيقيا على المسيحيين استخدام التقويم الكتابي لهذا يحتفل معظم المسيحيين اليوم بيوم الأحد وهذا ليس كل شيء فتحت وطأة الاتهاد الشديد الذي أعقب ذلك تخلى اليهود عن تقويمهم الكتابي وقدم هلل آخر رئيس للسانهدرين قواعد التأجيل التي سمحت لليهود باحتساب شعائرهم الدينية وفقا للتقويم الوثني اليولياني لهذا يساوي معظم الناس اليوم يوم السبت الحديث بيوم السبت الكتابي الواقع لا يمكنك تحديد السبت الكتابي الحقيقي أو اليوم الحقيقي لقيامة يهوشوة باستخدام التقويم الجريغوري الحديث لمعرفة المزيد ابحث عن فيديو لي فرصة العالم الأخيرة بعنوان خدعة السبت لجريغوري إخفاء السبت يمكنك العثور عليه على موقعنا وعلى اليوتيوب بلغات مختلفة شاهد خدعة السبت لجريغوري إخفاء السبت واعلم كيف أخفي السبت الحقيقي واليوم الفعلي لقيامة يهوشوة تريد يا سامي فقرة أخرى مهمة تحدد طبيعة يهوشوة وأريدك أن تقرأها يحنى الأولى الرابع الآيتان الثانية والثالثة بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيهوشوة المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيهوشوة المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والذي هو في العالم عادة ما نستخدم الإسم الإلهي لكن يحنى لم يفعل ذلك في هذا المقطع بل استخدم كلمة الله لأنه يشير إلى تباين واضح بين يهوشوة ويهوة الذي هو الإله الحقيقي الوحيد ويقدم اختبارا يخولنا معرفة ما إذا كان شخص ما صادقا أو لا وهو هل جاء يهوشوة بالجسد؟ رائع هذا يثبت أنه كان ليهوشوة طبيعة واحدة فقط لأن الكتاب المقدس يقول إن الله هو روح وليس جسدا ولكن قيل هنا إن يهوشوة جسد وليس روحا وقول خلاف ذلك هو روح ضد المسيح كيف لم نلحظ ذلك من قبل؟ الخطأ يستر الحقيقة ويحجبها كن عميانا ولكن عندما تزيل العائق تتجلى الطرق الكثيرة التي يؤكد بها الكتاب المقدس ويعيد التأكيد على أن يهوشوة كان إنسانا بالكامل وقول خلاف ذلك هو روح ضد المسيح الخطأ يستر الحقيقة ويحجبها كن عميانا ولكن عندما تزيل العائق تتجلى الطرق الكثيرة التي يؤكد بها الكتاب المقدس ويعيد التأكيد على أن يهوشوة كان إنسانا بالكامل سامي انتقل إلى العبرانيين الثاني يرد مقطع رائع فيه يركز على إنسانية المسيح الكاملة ابدأ بالآية الرابعة عشرة وقرأ حتى نهاية الإصحاح فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه وأيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين صار المسيح مثلنا إنسانا بالكامل في الأمور كافة حتى يصبح رحيما ورئيس كهنة أمينا في خدمة الله والقول إنه الله يناقض هذا المقطع الإدعاء بأن المسيح كان إنسانا بالكامل وإلهيا بالكامل يتناقض مع ما قيل لنا وهو إنه صار مثلنا في الأمور كافة إما أنه مثلنا أو ليس كذلك فإن كان له طبيعة إلهية حتى لو كانت ممتزجة بطبيعة بشرية ليس مثلنا على الإطلاق صحيح لكن هناك مقاطع كتابية يبدو أنها تشير ضمنا إلى أن يهشو كان إلهيا أتساءل إذا كان بإمكاننا تخصيص بعض الوقت لنقرأها ونرى كيفية التوفيق بينها وبين مخلص بشري بالكامل بالتأكيد يا سامي من أي مقطع نبدأ؟ في مرقص الثاني لدينا قصة المفلوج أتذكر؟ لم يتمكنوا من الوصول إلى يهشوه لذلك صحيح صحيح نعم لذلك دلوه من السقف استمع إلى التالي مرقص الثاني الآية الخامسة حتى الحادية عشر فلما رأى يهشوه إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده يجب الإقرار بأن السؤال وجيه فللوقت شعر يهشوه بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك سمعت أن هذا المقطع يستخدم لدعمي أن يهشو إلهي نعلم أنه لم يكن كذلك ولكن كيف تفسر ذلك؟ إنه بالتأكيد يغفر الخطيئة هنا تذكر يا سامي أن جزءاً مهماً من تفسير الكتاب المقدس معرفة ما يقوله الكتاب المقدس وهو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه في متة التاسعة تروى القصة عينها من وجهة نظر متة وهي تتضمن تفاصيل صغيرة مهمة لم يتطرق إليها مرقص ربما لأن متة كان شاهد عيان عكس مرقص اقرأ متة التاسع الآية الرابعة فعلم يهشو أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى إلى بيته فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا من مجد يا سامي؟ الله الذي أعطى السلطة لمن؟ للإنسان كان يهوشو إنساناً علاوة على ذلك لو كان الله لم احتاج إلى أن يمنح السلطة كانت ستكون له بحق طبيعته الإلهية صحيح ماذا عن يحن الثامن الذي يدعي يهوشو فيه أنه كان موجوداً قبل إبراهيم؟ يتناول بولوس هذا الموضوع في غلاطيا الثالث فيقول إن يهوشو هو نسل إبراهيم في المفرد كيف يمكن للنسل أن يكون قبل مانح البذار؟ الأمر عينه ينطبق على المزمور حيث يشير داود إلى نسله المسيح باسم ربي إنه لا يشير إلى يهوة بل إلى يهوشو هذا كاف ولكن ماذا عن يهوشو الذي يحظى بالعبادة؟ فنحن لطالما قلنا إن يهو وحده هو الذي يجب عبادته ولكن بعضهم يعبدون يهوشو ألا يشير ذلك إلى أن له الحق في أن يعبد؟ بل يا سامي لكن الحصول على الحق في العبادة وكونه الله ليس بالضرورة شاملين وكيف لا؟ في اللغة اليونانية يمكن أن يكون لكلمة العبادة مجموعة معاني ويمكن تطبيقها على الذين لديهم مكانة تفوق مكانة الآخرين وهذا ليس أمرا حصريا ليهو وحده لذا افتراض أن يهوشو يجب أن يكون الله لأن يهو يدفع الآخرين إلى عبادته يعتبر قراءة حصرية في النص لا تذكر في اليونانية ونجد هذا في العبرانيين الأول والتسجد له كل ملائكة الله تذكر أن يهوشو له إله وهو يهو يهوشو نفسه ليس الله لأن الله لا يعبد نفسه نعم أظن أن ياه إذا أراد الطلب من الجميع أن يعبد يهوشو فيمكنه فعل ذلك بالطبع يا سامي لأن يهوشو هو مجد يهو لذا عندما نكرم ابنه نكرم ياه يحنى الخامس الآية الثانية والعشرون تقول إن الأب أعطى كل الدينونة لابنه ثم يضيف في الآية الثالثة والعشرين لكي يكرم الجميع لابن كما يكرمون الآب من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله ماذا عن فليبي الثاني؟ تقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيحية هوشوى أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس تناولنا هذا الموضوع في حلقة سابقة يا سامي لذا سأقدم تلخيصا عنه يقال إن يهوشوى هو على شكل الله وصورته مرة أخرى لو كان هو الله فلن يكون صورة الله لأنه سيكون الله نفسه ونحن أيضا صورة يهوى خلق الإنسان على صورة الله وهذا لا يجعلنا الله جاء يهوشوى في صورة الله وفي الوقت نفسه جاء في صورة عبد أن تكون في شكل أو صورة شخص ما لا يحولك إلى ذلك الشخص كلامك منطقي ابني على صورتي لكنه ليس أنا تماما يا سامي كلوسي الأول الآية الخمسة عشرة تقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة لكن مجرد كونه على صورة الله لا يحوله إلى الله ماذا تقول رومي الثامن الآية التاسعة والعشرون لأن الذين سبقا فعرفهم سبقا فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين مجرد كون المؤمنين مشابهين لصورة ابن ياء لا يجعل أحدا مننا يهوشوة والتوافق وصورة يهوشوة والتحول إلى صورة يهوشوة هما ببساطة جزء من عملية الاستعادة تتحدث كورانثوس الثانية الرابع الآية الرابعة عن إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله إنها عملية عملية التقديس سامي اقرأ لنا كلوس الثالث الآيتين التاسعة والعاشرة لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه والأمر عينه يذكر في الرؤية الرابعة الآية الرابعة حيث جلس المفديون على العروش وأعطوا أحكاماً ويعود ذلك إلى أنهم لم يسجدوا للوحش أو لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم أو على أيديهم استعمل أو وليس حرف العطف واو فصورة الوحش ليست الوحش عينه وكيف تحدد الصورة؟ آه إنها معرفة داخلية يحن الأول الآية الثامنة عشرة تقول الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر إذا لم ير أي إنسان يهوى فلابد أن تكون الصورة أمراً آخر ماذا قال يهوشو لفيلوبوس عندما سأل التلميذ مقابلة الآب؟ أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلوبوس الذي رآني فقد رأى الآب يبين لنا يهوشو كيف سيكون يهوى لو كان إنساناً كل كلمة طيبة كل ترحيب غير مدين يقدم إلى الخطأ كل عمل رحيم بهذه الطريقة كان سيتصرف يهوى لو كان إنساناً إنها صورة يا في يهوشوى وليس ضرورياً أن يكون الله ليعرض تلك الصورة فالأبرار كالمسيح سيظهرون أيضاً الصورة الإلهية بالطبع ما دمنا نملك طبائع ساقطة لا يمكننا فعل ذلك إلا بشكل غير تام وعلى أساس محدود وغير مستقر لكن الصورة لها علاقة بالتوافق مع إرادته وهذا يسمح لنا بأن نكون ممثلية لا يتم ذلك من خلال إجبار الإله البشرية ولكن من خلال اختيار البشرية عن طيب خاطر الخضوع للإله لتتماشى إرادة الإنسان وإرادة يهوى تفسيرك جيد للموضوع وهو يمنحني الشجاعة إذ بإمكاني فعل ذلك أنا أيضاً حتى رغم طبيعة الساقطة أستطيع أن أتخذ هذا الخيار للاستسلام هذا بالضبط ما أظهره يهوشو كمثال بالطبع لأن طبيعته لم تكن ساقطة كان ناجحاً بنسبة مئة في المئة من الوقت لكننا غالباً ما نتجاهل حقيقة أنه لا يزال يتمتع بطبيعة بشرية ولما جربه الشيطان في البرية بعد أربعين يوماً من الصوم كان يتمتع بطبيعة بشرية وعندما تعرض لتجربة نفادي صبره بسبب اندفاع بطرس أو تقلبات مزاج يعقوب ويحنى الذين أطلق عليهما لقب ابني الرعد وعندما كان الفريسيون يحكمون على جهوده وينتقدونه باستمرار كان يتمتع بطبيعة بشرية كان يمكن بأي لحظة أن يستسلم للتجربة ويسقط فالخطر كان حقيقياً نعم مجرد أن طبيعته غير ساقطة لا يعني أنه لم يكن ممكناً أن يسقط لكن آدم فعل ولنكن صادقين تعرض يهوشو للتجربة أكثر بكثير مما تعرض له آدم في أي وقت مضى كيف نال الغلبة وآدم لا؟ بالصلاة وبالثقة بمحبة ياه له وبمعرفة أن إرادة أبيه كانت دائماً للأفضل وبالاستسلام ماذا تخبرنا العبرانيين الخامس الآية السابعة عن كيفية تغلب يهوشو؟ تقول يهوش وطبيعة إلهية يستند إليها لنيل القوة فهو تعرض للتجربة فيما الله لا يمكن أن يجرب وانتصر كما يمكن للبشر أن ينتصر من خلال الاستسلام قرأت النص القائلة إن المسيح في كل أمر أصبح كإخوته ولكنني لم أدرك كيف أن التمتع بطبيعة مزدوجة يمكنه أن يتعارض مع ذلك لا يمكن أن يقال إنه مخلوق كإخوته في كل الأمور الأدلة على إنسانية المسيح الكاملة كثيرة التالي نادية يعقوب مع وعد اليوم في موقعنا الإلكتروني نغطي الأخبار الأساسية لأولئك الذين يريدون أن يكونوا مستعدين يوميا لعودة يهوش والمفاجئة لم يعطينا يهوش وعلامات تحذرنا من قرب مجيئه لذلك يجب أن نكون يقذين ومستعدين دائما يغير الشيطان مخططاته لعرقالة الناس عن الاستعداد أو معرفة الحق حتى يتمكنوا من أن يقرروا أن يعيشوا حياة الاستعداد حتى عودته أو آخر نفس في حياتهم ننشر أخباراً تكشف أساليب الشيطان المتغيرة في الخداع مرحباً هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه تشبثت ليزا بالقديب المعدني فوق رأسها وكان جسدها يتميل بينما كانت الحافلة المدرسية المزحمة تشق طريقها عبر الطرق الرفية المغطاة بالثلوج كانت تشعر بتواعك ونظرت إلى الخلف لتطمئن بأن شقيقاتها الأصغر سناً في أمان على متن الحافلة المدرسية كانت ليزا في حصة الرياضيات عندما جاء مدير المدرسة ليعلن عن اقتراب عصفة هائلة وأن المدرسة ستغلق أبوابها باكراً كان على جميع الأطفال حتى أولئك الذين يعيشون بالقرب من المدرسة ركوب الحافلات على الفور للعودة إلى منازلهم حدث ذلك عام 1929 ولم تكن أي من الحافلات مشاهزة بنظام تدفئة لكنها على الأقل كانت تحمي قليلاً من رياح القطب الشمالي التي تدفع بالعصفة جنوباً باعتبارها الأكبر بين الثمانية أولاد أكد لها والدها مراراً أن سلامة أخواتها الأصغر سناً مسؤوليتها ورغم أن ليزا كانت في الخامسة عشر من عمرها فقط إلا أنها عرفت أنه إذا أصاب مكره ما أي من أخواتها السابع الأصغر سناً في الطريق إلى المدرسة أو العودة منها فستتحمل هي المسؤولية وأخذت ليزا هذه المسؤولية على محمل الجد عند المنعطف المؤدي إلى مزرعة عائلة ليزا توقف سائق الحافلة وأوضح قائلاً يجب أن أترك كنا على الطريق السريع إنها قضية حياة ثمانية أشخاص مقابل واحد وعشرين شخصاً لم تبدأ الثلوج بالتساقط لذا إذا أسرعتنا فستكوننا قادرات على الوصول إلى الحضيرة قبل بدء العاصفة ابقين على الطريق بين السياجين وإذا بدأ الثلج بالتساقط فاتبعنا خط السياج إلى الحضيرة لا تحاولنا سلوك أي اختصارات اذهبنا مباشرة إلى الحضيرة يجب أن تساعد الحرارة المنبعثة من أجسام الحيوانات بعض الشيء وإذا غطيتنا أنفسكنا بأكياس الخيش فستحصلنا على الدفء حتى تتمكننا من الوصول إلى المنزل النزول من الحافل على بعد نصف ميل من المنزل كان مخيفاً فالهواء البارد خرق مع طفهن الشتوية كالسكين بدأت الفتيات الأربع الأصغر سناً بالبكاء من البرد فعملت ليزا بسرعة على فك أزرار معطفها الكبير السفلية ولفها حولها كما تغطي الأم الدجاجة سيصانها بعد قطعهن مسافة قصيرة ضربت العاصفة بقوة قطار شحن وضربت رياح الثلوجة في وجوه الفتيات ما حجب الرؤية للحظة أصيبت ليزا بالذعر كيف سيجدن طريقهن إلى الحضيرة نهيك عن المنزل؟ رغم خوفها الشديد وجهت صلاتها إلى السماء قائلة ساعدني أبي ساعدني لأنقذ أخواتي ساعدنا لنعثر على الحضيرة في تلك اللحظة خطرت في ذهنها كلمات آية كانت أمها قد علمتها للأطفال إنها الآية الأولى من المزمور السادس والأربعين تقول الله لنا ملجأ وقوة عوناً في الدقات وجد شديداً بفضل هذه الكلمات تخطت ليزا خوفها وبدأت بتحليل الوضع بهدوء كانت تعلم أنهن يتجهن نحو الشمال وأن الرياح تأتي من الغرب وعليها الاستمرار في الشعور بالريح وهي التهب من اليسار والمشي بين السياج وسيبلغن الحضيرة كان سلوك الطريق تحت الثلج صعباً ولكن بمجرد وصولهن إلى السياج تصبح الحضير على بعد مئتي قدم فقط تذكرت ليزا لوحاً فطفاضاً إلى جانب الطريق يمكنهن التسلل من خلاله هدأت الرياح لبرهة فسارعت الفتيات لعبور الثلوج الكثيفة وفي منتصف الطريق تقريباً هبت الرياح مرة أخرى ما جعل الأمور أكثر صعوبة هو أنه بفعل الرياح تراكمت الثلوج بسرعة ولم تتمكن الفتيات الصغيرات من تسلقها لم يكن أمام ليزا خيار سوى رفعهن فوق التراكمات كان الأمر صعباً ومرهقاً وحاولت يائستان الحصول على مساعدة ميلي ابنة الثلاثة عشر لكنها رفضت وجلست على الثلج وأصرت بعناد على أنها لن تمشي خطوة أخرى إلا إذا حملتها ليزا فوق التراكمات مذعورة حضقت ليزا بوجه أختها الصغرى ميلي أصغر بسنتين لكنها كانت أطولة بإنشين على الأقل وكان وزنها يفوق وزن ليزا بخمسة عشر رطلاً كان من المستحيل على ليزا أن تحملها حتى في أفضل الأحوال نهيك عن الإرهاق وسط عاصفة ثلجية وأصرت الفتيات الأخرى على أن تحملهن ليزا فصرخت ليزا بميلي يائسة لتنهض وتساعدها وإلا فسيمتنا جميعاً لكن ميلي رفضت لا، ليس إلا إذا حملتني أيضاً استلقت توأمان أليس وأليسا البالغتان ست سنوات في الثلج فحاولت ليزا رفعهما للأعلى لكن بسبب ثقل وزنهما غرقت في التراكم حيث كانت تستلقي الفتيات أصبحت الحظيرة القريبة جداً بعيدة وغير مرئية جيداً بسبب كثافة الثلوج المتساقطة التي تبعثرها الرياح وهي كانت المسؤولة عن سلامة شقيقاتها لم تستطع الذهاب وتركهن فجأة عرفت ما يجب فعله قررت خلع معطفها وتغطيت أخواتها به كان محتملاً أن تموت لأنها ستضطر إلى الجلوس على طرف منه لمنع الثلوج عنهن لكن حرارة أجسامهن تحت المعطف قد تبقي أخواتها على قيد الحياة فك أزرار معطفها كان صعباً وبقي زر واحد لم تتمكن من فكه فيداها كانتا متصليبتين من البرد لم تكن ليزا خائفة من الموت لكنها شعرت بالحزن لأنها خذالة الجميع فصلت قائلة أبتي أرجوك أن ترسل أحداً لمساعدتنا في تلك اللحظة رأت ليزا هائة والدها الطويل تلوح في الأفق وسط الثلوج ليزا صرخ أغلق أسرار المعطف قبل أن تتجمدي حتى الموت أجهشت ليزا بالبكاء توقفي أمرها ستتجمد عيناك لاحقاً في المنزل بعد أن تدفأت الفتيات وأخبرنا والديهن بما حدث علمت ليزا أن كل ما حدث كان لسبب معين وتذكرت فيما بعد عرف يهوى أنني كنت في ورطة قبل وقت طويل من حدوث ذلك وبدأ بالاستجابة لصلاة قبل أن أصليها في المكان المحدد الذي توقفت فيه ميلي حملت الريح أصواتنا إلى المنزل كان أبي يدعو الله أن يحفظنا وغادر الشرفة الخلفية واتجه نحو الصوت مصلياً أن نستمر في التكلم لترشده أصواتنا إلى تجاهنا سرخت ضد الريح حتى لم أعد أستطيع الصراخ ثم سرخات الصغار ساهمت في الباقي يقول المزمور الواحد والعشرون يهوى يحفظك من كل شر يحفظ نفسك يهوى يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدار لقد منحنا وعوداً عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها يوسف مناقشتنا اليوم كانت مهمة وضحت لنا نقاطاً لم أخذها بعين الاعتبار من قبل الخطأ خطير يا سامي ويمكن لخطأ صغير أن يشكل معتقداتنا بطرق بعيدة المدى فلن يتمكن أي مننا من حفظ الناموس الإلهي بشكل كامل حتى يتم منحنا طبائع أعلى عند عودة يهوشوى إذا كنت تؤمن بأن يهوى يتوقع ذلك منك فتكون قد حددت لنفسك مهمة مستحيلة وأسهل طريقة لتشعر بفرص أفضل لخلاصك هي مقارنة نفسك بالأشخاص من حولك فأنت تنتقدهم وتحكم عليهم وربما يمكنك إقناع نفسك بأنك لست سيئا للغاية لأنك أفضل منهم فهذه الأفعال نرجسية وليست مثل المسيح أبدا هكذا يعمل الشيطان لهذا يعتبر الخطأ كل الأخطاء خطيرة جدا يمكن أن يكون لها تأثيرات مضاعفة بعيدة المدى لم يكن للمخلص طبيعتان هذا لا معنى له حتى لا وما يزيد الأمر إرباكا هو أنه لطالما علموني أنه كان إلهيا بنسبة مئة في المئة وإنسانا بنسبة مئة في المئة هذا ليس منطقيا ولكن هذا خطأ بالنسبة إليك إنه مربك يهوش وجاء لمواجهة الخطيئة والطريقة الوحيدة التي تمكنه من فعل ذلك هي أن يكون إنسانا كاملا بطبيعة آدم قبل السقوط هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنه من فداء الجنس حيث سقط آدم لم يكن عليه التعامل مع الخطيئة بقدرة كونه الله بل واجه الخطيئة بكونه إنسانا كاملا ومستسلما للآب وانتصر بثقة بقدرة أبيه وبمحبته وبطاعته للنموس الإلهي لا يمكننا أن نعتبره الله في بعض النواحي فقط إما أنه إله كامل أو إنسان كامل لا يمكنه أن يكون كليهما ويقول الكتاب المقدس إنه إنسان كامل صحيح أشكركم على حسن متابعتكم إذا استمتعتم بحلقة اليوم وترغبون في مشاركتها مع أحبائكم يمكنكم العثور على الحلقات التي بثت سابقا على موقعنا وعلى اليوتيوب ابحثوا عن الحلقة 246 وعنوانها فهم الطبيعة الحقيقية للمسيح نأمل أن تتمكنوا من الاستماع إلينا غدا وحتى ذلك الحين تذكروا أن يهوى يحبكم وهو جدير بثقتكم كنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة والحلقة السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متاحة للتنزيل على موقعنا إنها رائعة للمشاركة مع الأصدقاء والاستخدامها في دراسات الكتاب المقدس كما أنها مصدر ممتاز لأولئك الذين يعبدون يهوى بمفردهم في المنزل للاستماع إلى الحلقات التي بثت سابقا زوروا موقعنا وانقروا على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة المعروض على صفحتنا الرئيسية في تعاليمه وأمثاله لم يقدم المخلص أي علامات للأزمنة يجب الانتباه إليها بدل ذلك فحوى رسالته كان اليقظة المستمرة انضموا إلينا مرة أخرى غدا للحصول على رسالة أخرى مليئة بالحق بينما نستكشف مواضيع مختلفة تركز على عودة المخلص وكيفية العيش في استعداد دائم للترحيب به بحرارة عندما يأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نعلم العقول ونعد القلوب لعودة المسيح المفاجئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر